في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة في الشرق الأوسط تأتي تحركات الولايات المتحدة من جديد لتأكيد دعمها الاستراتيجي لإسرائيل وتعزيز دفاعاتها ضد أي تهديد محتمل فبعد تلويح إيران وحزب الله اللبناني بالرد الانتقامي على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة طهران ومن قبله اغتيال القيادي البارز بهزب الله فؤاد شكر في العاصمة اللبنانية بيروت يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن توفير قدرات دفاعية جديدة لإسرائيل وبينما يتأهب العالم لمرحلة جديدة من الصراع في الشرق الأوسط تحدث بايدن بمشاركة نائبته كمالا هارس هاتفيا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيمين نتنياهو للتأكيد على التزام أمريكا بالدفاع عن أمن إسرائيل ضد تهديدات إيران وحركة حماس وحزب الله وجماعة الحوثي اليمنية الدعم يشمل توفير مضادات الصواريخ الباليستية والمسيرات فضلا عن نشر قدرات عسكرية أمريكية جديدة ووفق صحيفة واشنطن بوست كشف مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون عن قيام الولايات المتحدة بنشر 12 سفينة حربية وأربعة آلاف جندي من موشات البحرية بالشرق الأوسط التحرك الأمريكي اجتمل على نشر حاملة الطائرات يو اس اس تيودو روسفيلد والسفن الحربية المرافقة لها ومجموعة مكونة من ثلاث سفن من فئة واسب للهجوم البرمائي التصريحات الأمريكية تحمل النقضين بين التأكيد على أهمية وقف التصعيد في الشرق الأوسط ومنع زلاق المنطقة نحو حرب شاملة والتعهد الدائم بدعم غير محدود للدفاع عن أمن إسرائيل التي لا تتوقف عن إشعال الشرق الأوسط من كل جانب فاستمرار الوضع الراهن يدخل الشرق الأوسط في حلقة مفرغة من الصراع طويل الأمد